وإحنا في رحلة تعلم أي فن بنزيح المشكلة اللي ما بيننا وما بين تعلم هذا الفن فن الراحة إيه المشكلة اللي بيننا وما بينه؟ عندنا مشكلتين فساد مفهوم الراحة وعدم إيجادة الأجازة فساد مفهوم الراحة ساعات الواحد بيبقى عنده تحفيز باستحفيز مش ناضج يلا جماعة عايزين نشتغل ونبني الأوطان ونكون نفسنا ونكتهد ونعبود ربنا رائع كل ده رائع وده من أمر الله سبحانه وتعالى لكن مع ده كله اللي فيه آيات وأحاديث بتشجع على كده برضو فيه آيات وأحاديث بتشجع على الهدوء السكون والراحة والتأمل عشان نعرف نستكمل هذا النشاط واللي بيفتكر يعني أننا لما أعد أحفز يبقى أنا كده هبني الأوطان ده صح لكن لازم أحفز برضو على الهدوء والسكون لكن لما نقعد نقول مثلا بعض أقوال العلماء لا راحة إلا في الجنة أيوة لما سؤل الإمام أحمد مات الراحة قال عند أول قدم في الجنة أيوة المقصود بالراحة هي الالتفات وترك الأهداف لا إحنا مش هنستريح عن ترك الأهداف ده أنا باستريح عشان أكمل فطريق الهدف ففساد مفهوم الراحة أننا كده مدن بقول يلا نستريح يبقى بدعو للكسل ده مفهوم فاسد عشان كده من ضمن العادات السبعة لستيفن كوفي في الكتاب المشهور العادة اللي هي اسمها شاربندسو اللي هي سن المنشار سن المنشار دويح عمال ينشر في الشجرة والمنشار مش عايز يعمل حاجة ليه لأنه خلاص تعب محتاج تروح تسيب الشغل وتسنه تاني أنت محتاج تسيب وتستريع عشان ترجع تاني وإنت قوي منشارك ينشر لو ضربنا المثال بتاع ستيفن كوفي وتوظيف الآية مثلا زي إلا قد خلقنا الإنسان في كبد أيوة كبد مش معناها مشقة يعني ما فيش راحة كبد يعني تحديات يعني كل شيء في الدنيا دي تمن مش زي الجنة لما بشتهي الحاجة بتجيلي من غير متعب لا الدنيا دار تعب وإحنا بنستريح عشان نكمل رحلة التعب ففساد مفهوم الراحة أنه دعوة للكسل ده اللي بيخلي الناس كتيرة بتستخسر في نفسها هنها تستريح بجد شيء التاني عدم إيجادة فن الأجازة ساعات الواحد أثناء الأجازة بتاعته بيهلك ذهنه بمهلكات ذهنية وما بيعرفش يستريح في الأجازة وهو عنده قدرة بس لو فكر شوية يعني فيه يزبط أموره إنه يستريح في الأجازة وهقولك إزاي وإحنا بنتكلم على ممارسة فن الراحة لتجديد النشاط والأجانب نكحف كده أجازاتهم بيطفوا كل حاجة عشان يقدر من أول الأسبوع يبقى نار في الشغل وده أحد أسرار حضارتهم اللي مكتوبة في كتب الحضارة الغربي علشان كده في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيذكر إن الراحة نعمة وبيذكرها جنب نعمة الشغل والسعي على الأرزاق قال تعالى وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون آياته يعني نعمه ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ابتغاؤكم من فضله يعني القدرة والقوة على طلب الأرزاق دي آية ربنا الدهنة ونعمة قال قبلها النوم ومن آياته منامكم بالليل والنهار فحط نعمة النوم والراحة جنب نعمة الشغل وقالها ربنا سبحانه وتعالى في صورة عما يتساءلون ذكر النوم كأنه نعمة والراحة كأنها نعمة قال ألم نجعل الأرض مهادة مش سوت لكم الأرض عشان تعرفوا تعيشوا والجبال أوتادة بتثبت الكرة الأرضية وخلقناكم أزواجة وجعلنا نومكم سباتة يعني إيه سباتة؟ السبات يعني السكون النوم مش خناءات وأنا بنام النوم سكون وأنا بنام فربنا ذكر أن من نعم علينا السكون اللي بيصيب الإنسان أثناء النوم فخليها نعمة وهقولك إزاي تخلي النوم نعمة تصحى منه فايق بإذن الله وما تنساش أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنت حافظ وحضرتك حفظه قال إن لربك عليك حقا وحط جنبها وإن لبدنك عليك حقا كأن حق ربنا منه حق بدنك بدنك ده وذهنك ده وعقلك ده وقلبك ده ودمك ده ملك ربنا سبحانه وتعالى وهو اللي أمرك تريحه عشان تعرف تكمل علشان تعرف تستريح فعلا وتعرف تجدد نشاطك في طريقة وفيه فن بيوتتبع اسمه فن الراحة لتجديد النشاط